القارئ النهاردة عايز المعلومة بسرعة وصحيحة ومهمة وكمان يعني في كابسولة كده زي ما بيقولوا يعني احنا النهاردة ما عندناش وقت وما عندناش الرواءان اللي يمكن كان موجود زمان هل النهاردة الكاتب ده فرض عليه كمان مش بس دور النشر اللي محطوطة في أزمة أو مش بس دور النشر اللي بتعيد أولوياتها أعتقد أن الكاتب كمان تدعيد أولوياته افتكر قيل تغطات اللي محطوطة النهاردة على كاتب اللي زوق معين ولي مذاق معين ولي طريقة معينة علشان يقدر يعني يكون موجود عشان يقدر يواكب العصر ده والله في اتجاهين يعني في كتاب بدأوا يستقبلوا التغيرات في الاتجاهات الجمهور ونوعية الكتب وهكذا فبدأ يعني يتماشى مع هذه الحالة وزي ما حضرتك أشارتي لنمط الحياة كمان عمل الوقت بالزبط؟ بالزبط أن الناس محتاجة حاجات سريعة كابسولات سريعة وده يمكن بدأ يعني يعني يظهر لنا عندنا بعض الزهار زي البوكتيوبر مثلا أو البوكتوكر اللي هم اللي بيقدموا صناع المحتوى المتعلقين بصناعة الكتاب والنشر في مجتمع المصر ومجتمعات العربية في المقام الأول وفي اتجاه تاني من الكتاب بدأ يقول أنا مليش دعوة به حالة السيولة المعلوماتية السريعة ويقاع الزمن وأنا مستمر في تقديم مثلا رواية كل سنتين أو هكذا فلكن الغالبة بصراحة أني الناس بدأت تمشي في إطار يعني تقديم أعمال تتناسب مع المبعات والسوق لشان يقدر يستمر يعني ايه شكل السوق من وجهة نظر حضرتك يعني يا شايف ايه هي المتطلبات السوق لو بنتكلم على الشكل التجاري للصناعة بقى مش بنتكلم بس على الشكل الأدبي أو بنتكلم على الشكل الثقافي لو تكلمنا عن الشكل التجاري للسوق اللي خاص بالصناعة دي شكله عمل إزاي دي بقى أولا حضرتك حاجة كنت أعتبرنا كصحفيين وباحثين في المسألة طبعا 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 وقراء ومتحتكوا بكتاب وكتاب كمال مش بس كراء وكتاب كاعلة مين وصحفين مع هزا المشهد وهزي الحال وهزي الصناعة طبعا أنا لدي وجهة نظر مختلفة اتفاد حضرتك أنت أنا شايف أني بدراسة حالة دور النشر وصناعة النشر في العالم والتغيرات الكبرى اللي بتحصل فيها أنت محتاج يعني تطبق نظم الإدارة الحديثة أو الجديدة المستجدة المتواجبة مع التكنولوجيا بمعنى اشرح بقى هقول لحضرتك بمعنى أنت صناعة النشر مش مجرد أنت عضو في اتحاد نشرين أو عندك مكتبة أو دور النشر أنا في التصور يعني لشان تقدر تساير هذا اللقاع المتسارع في صناعة النشر وتحقق عوائد سواء وزارة الثقافة بقطعاتها أو نشر خاص يعني أنت محتاج أن تستعين بمحلل بيانات تستعين بيبع عندك وحدة متعلقة بدراسة السوق ودراسة الاتجاهات الجمهور علشان تقدر ترتب أجندتك وتقدر تحقق نسبة مباعات كويسة تعرف جمهورك واتجاهاته وطريق تفكيره ده محتاج يعني اتجاه جديد ومغير في صناعة النشر يعني العملية زين بولا حضرتك مش مجرد أننا بطبع بتعاقد مع كاتب كنشر ويدوبك أطلع الكتاب بتاعه ووزع خمسين نسخة يعني حضرتك بصي على أغلب التعاقدات دلوقتي بيطلع لك طبعة أولى خمسين من خمسين لمئة كتاب نفدت خلصت بيطلع لك طبعة تانية وهكذا طب إيه المال أنت تتجه لأنماط مختلفة يعني أنت ممكن تعمل شراكات مع مثلا مؤثر على السوشال ميديا أو تجيب مثلا حد عنده نسبة رواك بشكل كبير جدا على تيك توك على سبيل المثال صانع محتوى وتبدأ تتعاقد معه في شراكات جديدة وتبدأ تعتمد على نمازج أعمال جديدة في صناعة النشر علشان تقدر تواكب هذا التحدي علشان تقدر توصل لجمهور وتوصل لجمهور دا لأن النهاردة أنت بتخطب جمهور مختلف تماما عن الجمهور الحقيقي اللي موجود دلوقتي بالضبط وفي تصوري لو أنت ما تتبعتش هذا المعادلة الجديدة يعني في إدارتك لصناعة النشر وأن أنت يبقى عندك ستوديو لإنتاج الكتب الصوتية خاص أو تابع ليك وأن أنت تتجي للكتب البي دي اف وهكذا وتتبع يعني إذا أقول لحضرتك تعتمد على الأرقام في المقام الأول المانع أنت تعتمد على شركة استطلاعات المتعلقة بإدراس حالة سول النشر المانع أنت تعرف اتجاهات الجمهور في المدارس والكتب المتعلقة بجلزي جلزي اللي هو طبعا مفهوم والأكبر من ولادنا بحاجة بسيطة طبعا ده جيل رقمي بحث تعرف اتجاهات هذا الجيل إيه وبيعه إيه وتبدأ تتعاقد مع كتاب يقدموا ما يعني يلبي حاجات هذا الجيل ده جيل ديجيتال يعني معروف بالضبط بالضبط يعني أنا أتمنى ده أن الناس تبدأ تتواكب مع المتغيرات المستحدثة يكون في سياسات جديدة يكون في رؤية جديدة يكون في تواصل ما بيننا وما بين الجمهور ده علشان نقدر نكسب الجمهورين صحيح وإنت كمان يعني لا تتوقف عند مسألة الألمات التقليدية في صناعة الناشر وإنت تتبع جديد وتشوف حالة التسويق للكتاب عامل صحيح تطلع أكثر من شكل أو منتج من هذا الكتاب الورقي بودكاست تعمل لايف ستريم مع الكتاب تعمل شراكات مع المؤثرين على السوشال ميديا فتقدم هذا المحتوى بأشكال مختلفة تحقق لحضرك عوائد اقتصادية ومباعات ورواج بشكل كبير ترجمة نانسي قنقر